يقول هل الابتلاءات التي لا يصبر عليه الإنسان تكفر الذنوب أخي الفاضل بارك الله فيك كجماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الأمراض والأعراض والابتلاءات التي يبتلى بها الإنسان من شرط حصول الأجر والثواب وتكفير السيئات والخطيئات أن يصبر على ذلك لأنه جاءت الفاض في أحاديث في باب الابتلاءات قال واحتسب يعني صبر صبر أما إذا لم يصبر فإنه على قسمين قسم يعني يجزع ويتضجر ويعترض على القدر هذا آثم يجمع على نفسه مصيبته مصيبة البلاء ومصيبة فوات الأجر وأما إذا سكت إذا لم يصبر على البلوة لكن ما صدر منه الهجر ما صدر منه القول الذي في تسخط على القدر ولا جزع من أهل العلم قال يؤجر على هذا وذكر هذا بعض العلماء بمجرد المصيبة يؤجر يؤجر على ذلك والجمهور يقولون لا يؤجر إلا بالصبر واحتساب الأجر